اشتركوا في القناة 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 طيب عشان احنا نحدد هل عطارد بوجوده في برج الدلو اللي هو يعتبر برج حليف لالو رح يكون سعيد ولا رح يكون منتحس اول شغلة لازم انا اعملها اه زي ما حكينا انه بدنا نتأكد انه هل في زوايا بشكلها ايجابية ولا سلبية قبل ما نحكي بشرفه ببيته بهقبوته بمش عارف ايش هذا الكلام فيه اشي اساسي بعطي قوة عالية جدا لحدود الكوكب هي زوايا ايجابية معناته بعطيه سعادة اكثر زوايا سلبية معناته بعطيه زوايا سلبية اكثر بعملش زوايا معناته بعطيه سلبية اكثر فعشانك انا ما بعتمد على انه بأوجه بشرفه ببيته بهذا على انها هي تحكم اه حركة الكوكب في خلال وجودها في برج يعني صحيح هديك بتعطي نسبة معينة من السعودة او النحوسة ولكن في اشياء اخرى في عوامل اخرى بتكمل للكوكب هذا انه سعادته اكثر او نحوسته اكثر اللي هي الاشياء اللي احنا ذكرناها طيب الان اول ما بدخل عطارد لبرج الدلو ما في زوايا ما في كواكب يعني في هاي المرحلة بكون العطارد حر الحركة او محترق او ما بيشكل زوايا مع الكواكب الاساسية الكبيرة بيشكلها في اثناء حركة القمر يعني تربيع تزديس تثليث مقابلة يعني شغلات مثل هيك ولكن اه اقتران ولكن ما بيشكل الزوايا اللي هي مثلا مع الشمس اه مع بلوتو مع اه مع الزهرة مع هاي الكواكب اللي بتعطيه الطاقات الاكثر يعني اكثر حضوظه بتكون في هاي الكواكب مش بس انه اه اقتراناته مع القمر او زوايا مع القمر طيب اول ما يدخل على اه درجة هاي اه تلقائيا انا بلاقي انه ما في زوايا يعني ما في رح يشكل زوايا اه قوية خلال الفترة هاي مع اه الابراء مع الكواكب يعني خلينا نشوف احنا على الخارطة الفلكية وننتبه لهذه الامور طلا خلينا نشوف نقارن هنا بالمنطقة هاي عطارد لما بده يدخل على الدلو المسافي هاي ما في اي كوكب موجود في هاي المسافي يعني على كل الابراج ما فيه بتلاقي هنا اي هيك ما فيه كوكب هنا ما فيه كوكب ما فيه كوكب عليهن كلهن ما فيه كواكب في بداية الدرجات الكوكب الوحيد القريب من بداية الدرجات اللي هو عندي اورانوس لما بدخل في يوم الخامس اللي هو خمسة واحد بيبلش يشكل زاوية تربيع منفصلة ليش لانه مش نفس الدرجة يعني منجد انه هنا عطارد شكل الزاوية على درجة خمسة مثلا خمسة واحد وثلاثين ولكن اورانوس على عشرة وثلاثة وخمسين فهونا المسافة بعيدة عشان يوصل اورانوس ليشكل عطارد ليشكل زاوية التربيع الكاملة لازم يصل لزاوية عشرة وثلاثة وخمسين هاي الزاوية ماشي الان بما ان هو شكلها اللي هي بداية تأثيراتها معناته هاي زاوية منفصلة طيب في زوايا اخرى ممكن انه يشكلها قبل عملية التراجع لا ما رح يشكل اي شيء يعني هو قبل ما يصل لمرحلة الاقتران مع زحل بيبدأ بعملية التراجع يعني ما بعطي حتى تأثيرات الاقتران مع زحل ما رح يعطيها اذا هي الفترة كلها من بداية دخوله للدلو لغاية ما يبدأ عملية التراجع رح يكون مشكل بس زاوية التربيع المنفصلة اللي رح تكون ما بينه وما بين اورانوس ماشي طيب نرجع طيب بما انه ما رح يشكل غير زاوية التربيع وزاوية التربيع هاي تعتبر زاوية قوية جدا لانه كوكب عنيف جدا وفي نفس اللحظة بداية انتقال له وبدأ يبطأ بالحركة لانه يبدأ بعملية التراجع معناته فقد كثير من طاقاته ماشي فمعناته الزاوية اللي رح يشكلها هي رح تبدأ ابتداءها من يوم خمسة واحد لا يوم أربعة عشر واحد اللي هي مدة الحركة الامامية قبل ما تصل زاوية التربيع كاملة يعني ما رح تصل لذروة الزاوية مثلا فبتنفصل وبترجع من أول وجديد رح ترجع لما يرجع للحركة الامامية ويرجع للدلو ويمشي بمسافته على درجة عشرة وشوي برجع بشكل زاوية التربيع الكاملة طي هاي الزاوية شو معناها او شو تحذيراتها اول هذا الشغلة بدها نحكيها انها بتصيبني بتصيبنا مش بتصيبني لحالي لا بتصيبنا كلنا بتصيبنا بحالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حل المسائل وكمان هاي بتخلينا عصبيين المزاج ممكن نرتكب الاخطاء ونتهور كما انها تعتبر او يعتبر هذا الوقت وقت غير صالح للشراكات وما تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة معناته صار التأثير سلبي لا انتقاله لحركته باغلبية الايام طيب دوليا شو بدل اول اشي العطارد له علاقة بالاتصالات والمواصلات والافكار والتواصل والامور هاي كلها اورانوس كوكب المفاجآت اللي بتبدأ بشيء يعني بتهدم وبتبدأ بشكل عنيف جدا غير متوقع فعشان هيك هاي بتدل على جدال سياسي قائم بين المؤيدين والمعارضين او في دول بيسموهم اليمين واليسار غالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لأهل اليمين اللي هم المتشددين اكثر بتشهد هاي الفترة احتجاجات مظاهرات خصوصا للحركات النقابية احتمال وقوع اه تقلبات عنيفة في المناخ مثل عواصف او ثلوج بطال مناطق بشكل غريب او غير مسبوق واحتمال وقوع ايشي العلاقة بتفجيرات او حوادث بتواصل اللي هي الاتصالات والنا والمواصلات مثل سيارات طائرات بواخر هاي كلها مواصلات او زلازل يعني الطبيعة بتلعب دور وبتشهد هاي الفترة قمع للحريات سواء حرية التعبير وممكن تتعرض بعض او يتعرض بعض رجال الصحافة لانه برضو تواصل وييصال المعلومات ونشر والكتاب لمتابعة قضائية او لا اعتقالات طيب نجد انه عطارت بالفترة الاولى حركة الامامية اه ما رح يشكل فيها اي زوايا ايجابية اذا بيصير عليه نسبي عالي جدا من يوم اثنين واحد لارباطعش واحد نعتبره سلبي ماشي منتحس مش انا اللي قلفت الانتحاس مش انا اللي والله لانه زلمي اه نكد بدي انكد عالكل هو هيك مثل ما هو مثل ما انا بحكيلكو المعلومة معناته بدها تغلب على طابع الحكي او كلامنا اليوم هو تحذيرات ايش الاشياء اللي لازم ننتبه لها من عملية السلبية اللي موجودة في عطارد لما بكون موجود في الدلو طيب اول اشي هو اجمالا لما بدخل عطارد للدلو نعتبر هاي فترة ممتازة لموليد برج الدلو بتحفزهم او بتزيد عندهم قوة الفكر والادراك الجيد للامور والقدرة على اقناع الغير بآراءهم ووجهة نظرهم وإصال المعلومة وبينشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات كبرج الدلو بيستفيد معهم موليد الابراج الهوائية والابراج النارية لانه يعتبر حليف لالهم يعني الجوزاء والميزان الحمل اسد قاوس هذولا بيستفيدوا منه التواجد في الدلو ولكن زي ما حكينا لانه ضعيف رح نحكي ايجابيته رح نحكي سلبيته وكمان كل شخص لما انولد كان عطارد اساسا موجود في برج الدلو هذولا اكثر ناس بيستفيدوا لانه بسموها تحول سنوي او عبور سنوي يانه تحول الكوكب مش تحول برج تحول طالع تحول مش عارف ايش كل برج او كل كوكب برج على مكانه الاصلي في ساعة ولادتك يعتبر هذا عبور في ناس بسموه عبور في ناس بسموه تحول لهذا الكوكب تحول سنوي لهذا الكوكب لانه رجع على نفس النقطة فتعتبر هاي بالنسبة للشكل العام طيب الشخص اللي بنولد اساسا وبكون عنده عطارد في الدلو شو مواصفاته او شو بتعطيه طاقات يعني انا مثلا واحد يقول لي انا انولدت عطارد عندي موجود في برج الدلو لكن انا ما بعرف صفاتي طيب بدل على انه هذا الشخص بامتلق قوة حدث والهام معالي جدا لدرجة انه هاي القدرة اللي موجودة عنده قدرة الحدث هي اللي بتساعده في اتخاذ القرارات في حياته طيب الان وصلنا لنحكي عن كل برج وعن كل طالع يعني انا برجي حمل مثلا طالعي جوزاء بسمع الحمل وبسمع الجوزاء وبقرنهم مع بعض انا طالعي مثلا عقرب وسرطان يعني طالعي عقرب وبرجي سرطان بسمع هاد وبسمع هاد يعني بسمع البرج هاد وبسمع البرج هاد لما بحكيه وبدمجهم مع بعض وباخذ اللي هي الصفة الغالبة او بقرنهم مع بعض عشان اطلع بالخلاصة اللي بتهمني انا كشخص طيب نبدأ ببرج الحمل واللي طالعهم حمل بالاساس تلقائيا اي شخص بحكيه في الابراج مجرد منه اطلع على العطار الدخل او بقولك بيميلوا لتبادل اراء الافكار مع الاصدقاء ماشي يعني بيعرفوا على اصدقاء بتواصلوا مع اصدقاء بتوجه لهم دعوات بلقاءات اجتماعية كل هاي الامور بتصير معهم من ناحية ايجابية في ايام عطارد ما بيكون ممتاز طيب لما بيكون منتحس شو بدي يصير معناته ان فترة تعاملي مع الاصدقاء هاي او مع صديق معين في الفترة هاي بدي ادير بالي لانه ممكن يصير فيه نوع من انواع التوتر اثناء التعامل مع الاصدقاء او مع صديق معين تتوتر العلاقة بيننا ويصير فيها نوع من انواع المشاحنات وممكن نخسر بعض بس طيب برج الثور برج الثور افكارهم بتفيدهم في العلاقة مع المسؤولين بمجال العمل بمقابلات عمل بانجازات اعمال لهم بشهرتهم رفع سمعتهم الدفاع عن سمعتهم كناحية ايجابية طيب كناحية سلبية شو بيميلوا لا اهمال مشاريع بصير عندهم عدم تركيز في اداء مشاريعهم او حل مشاريعهم ممكن تتعرض سمعتهم الاجتماعية لشبهة معينة او لا استفزاز معين او لا اتهامات معينة عليهم انهم يتحلوا بالصبر ما يعملوا اي ردود افعال عشان ما تتسجل عليهم نقطة ويشوهوا سمعتهم بزيادة بالنسبة لما وليد برج الجوزاء بيستفيدوا ايجابيا انهم بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الجامعيين او اللي بدرسوا ما بعد الثانوية العامية في دراستهم في امتحاناتهم ولكن بدهم يحذروا من الوعود اي شخص بوعدهم في شيء ممكن ما يوفي بوعده ما بتم الوفاء بهذا الوعد يستحسن تجنب السفر المشي الطراري واذا بده يسافر بده يتفقد اوراقه وامتعته واجهزته وكل شيء بده يتفقده حتى موعد الطيارة لانه سهل جدا انه يصير عطل او يلتغ الموعد او تتأخر او يفقد مقتنياته بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة وبيزيد طيشهم وبزيد عصبيتهم وممكن يسمعوا خبر سيء بالفترة هاي برضو نفس الاشي بدهم ينتبهوا اثناء تنقلاتهم واثناء اسفارهم في الفترة المقبلة بالنسبة لموليد برج الاسد واللي طالعهم اسد بيتبادلوا الاراء والافكار مع الشركاء شركاء المال وشركاء العاطفة والازواج ولكن بفترة انتحاسة عطارد يصير في نوع من انواع الخلافات والنزاعات او سوء التفاهم او حدية بالطباع اثناء تعاملهم مع شركاءهم بالعمل او مع ازواجهم او زوجاتهم بالنسبة لموليد برج الاسد حكينا العذراء عشان ميز على موليد العذراء يقول لك اه ماها دايما بتنسانا طيب بتفيدهم افكارهم مع زملاء العمل بصير في هاي الفترة نوع من انواع التواصل انجاز بعض الاعمال تراكم الاعمال عندهم بالمقابل سلبيا بتتوتر العلاقة ما بينهم وبين احد زملائهم في العمل بدهم يحذروا الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل يعني يسلموا ملف ناقص ما ينجزوا اعمالهم بالكامل فيصير فيه نوع من انواع يعني المحاسبة بالنسبة لموليد برج الميزان بيمارسوا نشاطات ادابية بيحثوا ابناؤهم اولادهم على الدراسة ممكن يمارسوا هواية يخرجوا في رحلة مثلا نوع من الترفيه بالفترة هاي ولكن ممنوع يجربوا حضوضهم ولكن سلبيا هاي شوي بتخليهم مترددين في اتخاذ بعض القرارات او في بعض التصرفات ممكن يسمعوا خبر غير سار عن شخص قريب لالهم بالنسبة لموليد العقرب واللي طالعهم عقرب بتنصب افكارهم حول شؤونهم العقارية والبيتية والعائلية يعني بيهتموا في امور العائلة والبيت بشكل كبير ولكن سلبيا الشوي بيصير فيه على المستوى العائلي نوع من انواع التوتر وهذا التوتر بيسبب لك سوء تفاهم وممكن هذا الشيء يسبب لك نوع من انواع الارهاق العصبي بالنسبة لموليد القوس واللي طالعهم قوس بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة والامتحانات وممارسة هواية وبعد موليد هذا البرج ممكن انهم يهتموا لامور الهلاقة يا بأجهزة الالكترونية يا بأمور السيارات ولكن سلبيا ممكن يسمعوا خبر يجعلهم يعني خبر سلبي يجعلهم مترددين او متحيرين او يدفعهم لاتخاذ قرارات متسرع او افشاء الاسرار بدهم يكونوا حذرين في كلامهم وفي مراسلاتهم بالنسبة لموليد برج الجدي احنا حكينا القوس اه بالنسبة لموليد القوس حكينا عنهم اللي هم بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال لانه هو في بيت المال يعتبر لما بنتقل للدلو فعشان هيكي بيهتموا بالامور المالية ولكن بدهم ينتبهوا اه في اشي اسمه يعني او في علاقاتهم بتصير متوترة مع رفاق العمل وممكن يرتكبوا بعض الاخطاء في اراءهم في احكامهم بدهم يتجنبوا توقيع الوثائق المهمة بالفترة هاي او يدققوا بالعقود بشكل اوفا بالنسبة لموليد برج الدلو اللي هو موجود عندهم هو بيفيدهم بقوة الفكر قوة الادراك القدرة على الاقناع برضو تكون ممتازة اقناع الغير باراءهم بينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بكل الامور هاي بتكون الاجواء ممتازة عندهم ولكن ممكن شوي لانه برضو بتصادف انه الشمس ما زالت موجودة في الجدي بيت متاعبهم فممكن يعانوا من نوع من الارهاق او الاجهاد وهذا الشيء بسبب او بسبب لهم نوع من انواع العصبية او نوع من انواع التلهف او انه بدهم اي شيء بغض النظر انه ايجابي ولا سلبي ما بيفكر بهذه المواضيع سرعة الانفعالات عندهم بتصير عالية عليهم انهم يتجنبوا اتخاذ قرارات مهمة بالفترة هاي وكذلك انهم يحذروا اثناء تناقلاتهم ممكن يسمعوا بهاي الفترة اخبار متناقضة بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالحهم حود اه هنا بيت متاعب وعطارد وانه بعلاقة بالافكار معناته بيزيد اهتمام موليد برج الحوت في الغيبيات هذا واحد ممكن يتعرضوا لكلام سيء او كلام يسيء لهم او افشاء اسرار لهم النصيحة مني لهم ما تهتموا كثير وما تعملوا ردة فعل تنتهي الامور اذا حاولت الدافع وتبرر وتواجه رح تكون خسران بتمنى انه الحلقة هاي تكون خفيفة لطيفة ما بعرف قديش احنا سجلنا وقت اه بتمنى ما حدا يطلع يقول لي ليش ضرب 11 ليش مكشر انا طبيعتها هاي موجودة عندي مع الاضاءة كمان بتزيد لاني غصبت عني لانه برضو عندي عين انا شوي فيها تعب اه بتمنى الخير للجميع وبتمنى انه ولا شيء من السلبيات اللي انا حكيتها يصير ان شاء الله في الايام القادمة رح سجل لكم حلقة اللي هي عن تراجع عطارد وتاثيرات وخصوصا رح يصدف تراجع عطارد انه رح يتوازع عطارد والزهرة مع بعض في عملية التراجع يعني فيه تشابه في التاثيرات ما بينهم شو الاشياء اللي رح تزيد شو الاشياء اللي رح تنقص اللي بركز بالاخبار الفلكية تقريبا بعرف توقعاته شهر وشهرين وثلاثة على حسب كل كوكب بتمنى اني اكون وصلت المعلومة زي ما حكينا او في النهاية زي كل مرة والله اعلم والله اعلم انا ما بعلم الغيب انا باجتهد بعلمي يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء